القوانين لأنه ليس بإمكانهم حماية الصهيونية كهوية وكما رأينا في هذا الاجتماع بالكونغرس جابوا تويتر وفيسبوك ويوتوب وطالبوهم بحماية وتيك توك وحاولوا يجبروهم أن يلتفوا على القانون ويصبحوا هم اللي يحددوا ما هو العنصرية من دون المحاكمة تحدد العنصرية فهذا الدفع لإعطاء الصهيونية وصف هوية محمية الشيء لا يستطيعوا أن يوصلوا عليه بالمحاكم فهم يلتفوا على القانون وكما رأينا شركات التواصل الاجتماعي تبعت أوامرهم ومسحتني من المجال الاجتماعي إبادة أنصح التعبير أو إعدام أيضا أنصح التعبير لي ليس معروف بكل المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وحاليا الحكومة الكندية فسخت العقد وطالبت بإعادة كل الأموال التي صرفت في هذه المحاضرات والمؤتمرات وهذا سيؤدي أنه سنذهب إلى المحكمة وهم يقولون أنه أنا معادلة السامية لذلك هم فسخوا العقد مع الجمعية وهذا سيصير في المحكمة ما هي معادات السامية وطبعا هم سيخسروا هذه القضية لأنه الاختلاف بين الصهيونية واليهودية اختلاف فضيع ولا يمكن أنه يخلطوها في المحاكمة طبعا المحاكم في كندا ليست عادلة أنا ما عم نحكي في هذا الموضوع لأنه في أمل أنه يجي عدل من المحاكم في كندا السكان الأصليين في كندا لليوم يعانوا المحاكم في كندا لا تتعملهم شيء نحن في معركة مفتوحة على كل الجبهات مع الصهيون جزء منها يضطرنا إحنا كفلسطينيين وعرب ومسلمين أنه نجابهم في كل الساحات حتى لو نعرف أنه خسرانين ليه استنزاف عدونا يعني هذا الهجم عليه في الشهرين والنص مئات ألاف المقالات والكليبس بالتلفزيونات والراديوات الكندية كل هذا الهجوم في البرلمان الكندي والأمريكي هذا كان يتطلب الصهيونية تحريك جزء كبير من منظومتهم وتتكلف ملايين أو الدولارات حتى يوصلوا لهذه النتيجة يسكروا حساب ليس معروف له كان عنده ستة لاف متابع الحكم في أفريقيا الجنوبية لم يكن جزءا رئيسيا من المنظومة الإمبريالية العالمية الصهيوني في فلسطين ليس فقط يحكم أرض مهمة كاستراتيجية كفلسطين كملطقة كل القرارة لكن كصهاينة في بلاد الغرب في كندا في أمريكا في أوروبا هم جزء متأصل من منظومة الحكم يعني واحد بده ينزل على انتخابات في كندا مضطر أنه يجيب الدعم من الصهاينة في الإعلام في كندا هذا الشيء لم يكن موجود في الجنوب الأفريقيين لذلك من الصعب على المنظومة الغربية تخلي عن الصهاينة كليا كما تخلوا عن العنصريين في أفريقيا الجنوبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر